ما توقفوش عندها هي أنه الحكام الحكام مهما كانت تكوينه إذا كانوا يحكموا في ظروف غير عادية ما يقدروش نعرفوا في الجزائر هنا مثلا أنا أعطي لك عدة أمثلا أنه حكام ما قدروش يوقفوا مباريات اللي كان من المفروض توقف مباريات معروفة مباريات معروفة الناس كلها عرفتها والحاكم ما عندوش شجاعة والجرأة خاصة والجرأة وخاصة أنه جيه أوامر أنه ما يوقفش المباراة مباراة في سابقها في وقت سابقها في الجنات موليد للجزائر لا حتى أنا شخصية شخصيا لا لا عديت مباراة وين كان مفروض باش توقف؟ وما توقفش ما توقفش لأنه الحكم كان عنده تدخل منفوقا يقوله ما توقفش المباراة هذا هدي من ناحية الحكام نعرف أنه الحكام الجزائريين مثلا الحكام الدوليين كانوا حكام دوليين هنا في الجزائر يديروا مبارايات غير المشاكل ولكن لما يخرجوا ويعملوا مقابلات في ملاعب محترمة في أجواء عادية يديروا بطريقة بطريقة جيدة هذا عامل سلبي أثر كثيراً للحكام يعني يجيب أي حكم شفنا مثلاً لما كان حمودي في القمة لما كان بنوزر في القمة شفنا أنه يجي حكم في بعض المباريات في البطلة الوطنية وكانهم حكم مبتدئين لأنه كان ضغط الملاعب غير لائقة الأمن غير متوفر 100% التوجيه وتعثير هذا عامل مهم جداً الآن حمودي ولا سي ميجيبا النقطة هذه لابد من التفكير فيها